ها هي مصر تحتفل بأبطالنا من رجال الشرطة المصرية على كل ما بذلوه من تضحيات وعلى كل ما قدموه وما زالوا يقدموه يوما بعد يوم من أجل الحفاظ على مصر مستقرة آمنة ولكي تلحق دائما بركب التقدم والتنمية وهذا بتحديد ما نلحظه الآن في مصر فبعد انتصارها في معركة الإرهاب استطعت أيضا أن تنتصر في معركة التقدم والتنمية وأن تبدأ بالفعل في بناء الجمهورية الجديدة وها نحن الآن في تثبيت ركائز الجمهورية الجديدة بتعاون بين وزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات الدولة المصرية وأيضا بقيادة سياسية حكيمة وبتلاحم الشعب المصري يشرفنا في هذا اللقاء الدكتور عمر الليتي رئيس اتحاد إداعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي دكتور عمر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل سنة ومصر كلها بخير وكل سنة ومصر طيبة بمناسبة عيد الشرطة كل سنة فعلا وإحنا كلنا طيبين الحياة كل المصريين طيبين يوم خاص جدا بنشعر فيه بالمزيد من الفخر حيان إحنا مصريين وإنه جهاز الشرطة المصرية وأبطالنا من الشرطة المصرية بنستحضر معهم هذه الروح الخاصة بالانتماء للوطن وتقديم كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن حضرتك بتشوف إزاي أهمية هذا اليوم والتكريم اللي بيحصل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناصر المتميزة من رجال الشرطة المصرية وأيضا لأسر الشهداء أولا خليني أكلمك كنجل الضبط الشرطة لأن والدي رحمة الله عليه الضبط الشرطة في المقام الأول فبشعر بالفخر والاعتزاز بأن والديك من ضباط الشرطة بشعر بالفخر والاعتزاز بالبطولات اللي تمت في 1952 كيف استطاعت الشرطة المصرية والبوليس المصري والضباط المصريين في ذلك الوقت أن هم يقوموا الاحتلال ويحافظوا على كرامة وصمعة مصر فده التاريخ ده الماضي اللي احنا بنعتز به وعشان كده النهاردة يوم ذكرى عزيزة على قلوبنا وبعتز النهاردة بالشرطة لما وصلت إليه الشرطة في مناحي الحياة المختلفة يعني النهاردة الشرطة بتلعب دور رائع في العمل الاجتماعي دور رائع في تقديم المساعدة الاجتماعية مثلا في المبادرات الخاصة بالأسعار وتخفيض الأسعار المبادرات الخاصة بدعم غير قادرين المبادرات الخاصة بدعم زوي الهمم وأصحاب الهمم يعني اللي عايزة أقوله أن الشرطة أصبحت درع واقي وسمام أمان للأمن الداخلي وفي نفس الوقت لها دور رائد وعظيم في العمل الاجتماعي ومن تم فإن تكريم قيادة الشرطة وتعظيم الدور الرائع اللي بيقوموا بي ويقدم كل غالي ونفيس ودماءهم بالتأكيد تستحق كل تقدير واحترام مننا وكلنا جايين ناضع عشان قطر يعني نهنيهم ونشد على قدرهم ونلوم إحنا معاكم دائما وأن الشعب دائما والشرطة دائما سويا إن شاء الله بإذن الله دكتور عمر الليسي أيضا زي ما قلت لحضرتك أنه اليوم ده تحديدا دائما بنستحضر فيه الروح الخاصة بالانتماء لهذا الوطن وإنه إحنا كمواطنين مصريين إنه كمان يكون لنا دور في التلاحم حول الشرطة المصرية والقوات المسلحة بقيادة سياسية حكيمة الحية لها رؤية رشيدة قدرنا من خلالها أن يكون عندنا الجمهورية الجديدة بكل ما تحمل المعنى من كلمة دولة عصرية حديثة وبالتالي وزارة الداخلية لها دور كبير أيضا في هذا الإطار وزارة الداخلية أولا خليني أحيي معاني الوزير محمود توفيق وزير الداخلية على كل ما يتم من إنجاز تكنولوجي النهاردة يعني الواحد بيسافر برة وبيشوف النهاردة وكنا دايما نقول إحنا زمان عشان تروح تطلعي بطاقة عشان تطلعي فيش تشبيه عشان تعملي أي مستخرج رسمي لشادة ميلاد أو غيره كنت بتاخدي وقت وكنت بتروحي بنفسك النهاردة الفيش بتطلعيه بالأونلاين والبطاقة بتطلع في ساعة وأي وسائق أخرى جواز الصفر بتطلع في نصف ساعة التفرة التكنولوجية اللي موجودة النهاردة وبتأسير عليها وزارة الداخلية تستحق كل تقدير لأن احنا أصبحنا نواكب كبرى الدول والأمم في التكنولوجيا وفي تسهيل حياة المواطن البسيط ودي جزء أصيل ورئيس من عمل الشرطة الحقيقة لم تنساه الشرطة ولم تكتفي فقط بأنها تلعب الدور الأمني والجنائي في حفظ الأمن والأمان لكن لها دور اجتماعي مهم فبالتأكيد هو ده اللي متكلم فيه في الجمهورية الجديدة دولة عصرية تكنولوجية متطورة شرطة تساير الجديد وتواكب التكنولوجي في كل المجالات في كل الأطر فبالتأكيد احنا سعداء بالإنجاز اللي بيتم على المستوى الاجتماعي والتكنولوجي اللي تتسم بي وزارة الداخلية الآن أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمر الليسي وكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وكلنا كمصريين طيبين دايما يا رب شكرا جزيلا كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله شكرا يا زيلي شكرا شكرا